وهو الأمر الذي يتحدث عنه الضباط في الميدان وهو المنظومات اللوجستية والاستخباراتية وهناك الآليات الثقيلة التي لديها دور مهم في المعركة والتي تصاب أحيانا فهناك طبعا شراكة بين قيادة الأركان وجيش الدفاع ورئيس الشاباك فكلهم يتواجدون في الميدان ويتحدثون مع الجنود والضباط وكيف ستتم تصفية القيادات وكيف سيتم تطوير القيادة الاستخباراتية وأيضا الجنود قالوا للقادة بأننا عازمونا وحزمونا على الاستمرار ونحن جاهزون لحرب طويلة وسنستكمل هذه المهمة فهذا ما أكده الضباط على الجبهة الاقتتال يستمر ولن يكون وقف لإطلاق النار نحن مستمرون في القتال وفي الخروج من قطاع غزة شاهدنا الممرات الآمنة ورأينا أكثر من خمسين ألفا من المواطنين الغزيين يتوجهون من الشمال إلى الجنوب فهم يفهمون جيدا بأننا نقاتل بشكل حقيقي في مدينة غزة ومحيطها وبأن حماس فقدت السيطرة وأن الجنوب آمن أكثر وهناك توجد مسارات إنسانية حيث يسل الطعام والمياه والأدوية بقيادة مصر والولايات المتحدة ونحن لن نقوم بعمليات عسكرية ولكن سنعمقها في المستقبل القريب ونحن لا نزال نريد السيطرة على معاقل حماس لمعلى من خمشين ألف أزرחين أزاتين من صفون رتوات أزا يوردين دروم هم مبينين مצوين שאנחנו نلخمين بأופن مشموتي بأير أزا وسביבתها وشخمس إيبت شلطة وشدروم بطوة إذن نحن في متابعة هذا المتابع الصحفي لدنيال هגاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أبرز ما قاله حتى الآن أن القتال مستمر لن يكون هناك وقف لإطلاق النار طبعا هذا بعد الإعلان الأمريكي قبل حوالي ساعتين بأنه جرى التوصل إلى هدى إنسانية لمدة أربع ساعات يوميا من أجل السماح لسكان شمال قطاع غزة بالفرار من الشمال إلى الجنوب دنيال هجاري إذن يقول أن القتال مستمر ولا يكون هناك أي وقف لإطلاق النار هو تحدث عن فتح ممرات آمنة وشاهدنا خمسين ألف فلسطيني ينزحون من شمال القطاع إلى جنوبه نعود إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وصاروخ حيتس قام بتصدي لهدف والذي تم إطلاقه باتجاهنا إلى إيلات ولدينا منظومة دفاع جيدة في الضفة الغربية في ساعات الليلة كانت هناك عملية إرهابية وجيش الدفاع يبحث عن الإرهابيين الذين نفذوا العملية ونحن نعمل ليلا ونهارا لنعتقل كثير من المطلوبين من حماس وحتى من الجو نقوم بتصفية المخربين هناك طبعا في مخيم جنين نشاط عسكري من أجل منع عمليات إرهابية في الجبهة الداخلية ما زلنا نعلم الجبهة الداخلية بكل التفاصيل ومنظومة الدفاع الجوي منتشرة في كافة الأماكن وطبعا هناك يجب أن لا ندخل في مرحلة لا مبالاة وعدم الاكتراث يجب أن نتقيد بالتوجيهات والمسؤولية هي التي تنقذ الحياة لقد تم نشر توثيق لفيديوهات يظهر الحياة لمسنة وفي غزة نحن نحتضنهم وعائلتهم ونقول لكل عائلات المختطفين بأننا لن نضيع أي فرصة ولن نضيع أي فرصة من أجل إعادة المختطفين إلى بيوتهم جيش الدفاع مع جميع أجهزة الأمن على مدار الساعة بجهود قصوى استخباراتية وعمليتية ومدنية كل الجهود مبذولة وقبل كل شيء من أجل إعادة المختطفين إلى بيوتهم حتى الآن أعلمنا عائلات مختطفين وكما قلت نفعل كل شيء من أجل إعلام هؤلاء العائلات بالمعلومات التي لدينا واليوم وفي المستقبل أيضا كل معلومة جديدة سننقلها إلى العائلات وأيضا أعلمنا ثلاثمائة وخمسة وأربعين عائلة من الشهداء الذين قتلوا في المعركة من جيش الدفاع وأيضا نجمة داود الحمراء والمواطنين الأبرياء الذين طبعا يرحمهم الله